السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكم يا حبابي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة فيديو جديد بإذن الله يعجيبك كده هيوفر لك الألوفات زي ما انت شايفة كده هنحط البامبرز في الكيس وهنوفر على نفسينا فلوس كتير جدا انت بنفسك هتشوفي هجيبي كده البامبرز بتاعك وتبتقدين ان انت تقصين منين الجناب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده مش محتاجين احنا الجناب اللي موجودة دي خالص بالشكل ده هنشيل كل الجناب دي وبعدين هنبتدي ان احنا هنشيل الطبقة الخفيفة اللي فوق برضو مش محتاجينها من البامبرز حطيلي اللايك كده يا ست الكل والشارك في قناتي لو انت لسه جديد عندي عشان بإذن الله يوصلك مني كل جديد وتعالوا نكمل بقى الفيديو بتاعنا مع بعض وطبعا مش تنسي تقولي لي بتشرفيني وبتشاهديني من انهي بلد زي ما انت شايفة كده شلت الطبقة اللي فوق وكمان الطبقة اللي تحت انت ممكن تقسمي البامبرز ده لاربع اجزاء ممكن تقسميه لجزئين براحتك خالص انا قسمته لجزئين وبدأت ان انا احطه في الكيس بالشكل ده وهنبتدي ان احنا نجيب كوبايتين من الميا الكوباية اللي هي بتاعت الشاي بتاعتنا العادية خالص هنحط منها كوبايتين بالشكل ده لو هتقسمي طبعا لاربع اجزاء هتبتدي ان انت تحطي كوباية واحدة بس انا عشان قسمته لجزئين فهبتدي ان انا احط كوبايتين من المياه في كل كيس وهتبتدي ان انت تقص الكيس من النص وتقفليها بالشكل ده انت كده عملتي حاجة حلوة جدا جدا هتوفر لك فلوسك وكمان آآ حل مريح جدا جدا طول الصيف وهحط النص التاني في الكيسة برضو وهعمل نفس الطريقة هحط برضو كوبايتين من الميا وهقفل الكيسة بنفس الطريقة اللي انا قلتلكو عليها ممكن انت تزودي اي زيت عطر عندك او آآ او اي اي حاجة عندك انت بتحب بريحتها ممكن ان انت برضو تحطيها آآ مع مع او جوا كيس بالشكل ده قصيته برضو وهبتدي ان انا اربطه بالشكل اللي انتو شايفينه ده بس كده يا سيتر كل هتاخذي بقى الكيستين بتوعك دول وهتحطيهم في الفريزل وبعد حوالي يعني تلات ساعات ده بيبقى شكلهم هتبتدي بقى ان انت تروحي عند المروحة بتاعتك وهتستخدمي المروحة من الناحية التانية مش من قدام هتستخدمي المروحة من ورا وهتجيبي توكتين من التوك العادية خالص بتاعة اولادنا دي وهتبتدي ان انت تحطيها آآ في المروحة بالشكل ده يعني هتحطيها كده لجزئين ما عندك بقى توكا قاستك او قاستك من اللي هو بتاع الفلوس ده او اي حاجة عندك بعد ما حطينا التوكة بالشكل ده هنبتدي ان احنا نربط بيها الكيسة بتاعتنا بعد طبعا ما حطيناه في الفريزل تلات ساعات وتلجت معانا بكده انت عملتي تكييف في البيت من غير ما تدفعي ولا جنيه هيطلع لك هوا سائع وكمان لو انت حطيتي اي حاجة عندك لها ريحة دوني او او اي حاجة جوا الكيسة هتطلع لك كمان هوا سائع ورحته حلوة زي ما انت شايفة كده الطريقة حلوة جدا بجد بنصحك ان انت آآ تعمليها وتعتمديها عندك في الصيف على طول ومش كلفتنا حاجة خالص هو يدوبك بس واحد وطبعا لما التلجي بيسيح معاكي بتشيليه وبتحطيه في الفريزل تاني فكرة حلوة جدا اعتمديها طول الصيف بجد هتوفر عليك كتير وبجد حلوة جدا الفكرة دي بتمنى تعجبك ده عندك ازازة فاضية او اعترميها تعالي هنعمل بها فكرة حلوة جدا هتستفدي بيها هتجيبي كده الازازة بتاعتك وهتشيلي طبعا الورقة اللي هي بتوقع ملزوعة فيها دي احنا مش محتاجينها خالص وهتبتدي ان انت بالمقص كده تقصي الحتة اللي فوق بالشكل ده احنا مش عايزين تقصي حتة كبيرة احنا عايزين حتة صغيرة جدا ان ان انت تقصيها من فوق بالشكل اللي انتو شايفينه ده وهنساوي كده الاطراف اهو تمام جدا كده بس كده احنا مش عايزين نوسعها ولا حاجة احنا بنساوي بس الاطراف اللي احنا قصنا منها وهتيجي برضو من تحت وهتبتدي ان انت اه تعمل لها فتحة كده صغيرة بالمقص عشان تعرف تقصيها وبعدين هتقصيها داير نداير بس مش هتقصيها كلها هتسيب منها حتة في الاخر كده مش هتقصيها علشان في الاخر يطلع شكلها بالشكل اللي انتو شايفينه ده تتفتح وتتقفل معاجي كده اه بكل سهولة زي ما انت شايفة كده طب دي هنعملها هنستخدمها في ايه هنعملها منظم حلو جدا للسلك وكمان هيبقى طريقة سهلة جدا وبسيطة ان انت تطلعي منها السلك بكل سهولة من غير اي تعب ولا مجهود منك ده بيبقى شكلها وبتبتدي ان انت تطلعي السلك بالشكل ده بدلا ما كل شوية تفتح الكيسة وتقفل الكيسة لا في في الازازة كده بتبقى شكلها شيء جدا وكمان بتبقى ملمومة وتقدر ان انت تتسخدميها بسهولة هتعلقيها كده في المطبخ في اي مكان عندك انا علقتها على الحيطة بالشكل ده وبتبتدي ان انت تسحبي منها كده لما بتحتاجي وبالمقص بتقصي على طول فكرة حلوة جدا نعتمديها ومش هتكلفك حاجة عندكده البخاخة دي تعالي هنعمل بها فكرة حلوة جدا وطبعا بالزاد في الظروف اللي احنا فيها دي هجيبي كده البخاخة دي وطبعا هتخسليها كويس جدا جدا الأول ولو جديدة يستحسن وهتبتدي ان انت تحطيها في اي ازازة زيت انت مثلا هتجيبي ازازة الزيت دي تركنيها تكوني بتستخدميها مثلا آآ لحاجات بسيطة اللي مسلا هتقلي بيضة هتشوحي مسلا حاجة بسيطة هتستخدميها في ازازة الزيت بالشكل ده علشان تقليلي من كمية الزيت اللي انت بتستخدميها وفي نفس الوقت ولا هتفتحي ولا هتقفل ازازة الزيت وبخة واحدة كده هتقضي الغرض معاك لو انت بتشوحي حاجة او بتعملي حاجة خفيفة ومش هتهدري من الزيت بتاعي خالص. فكرة حلوة اعتمديها. تعالوا بقى في الفكرة دي حلوة جدا يا بنات. هنجيب كده الطرحة وهنحطها على المروحة بالشكل ده. وهنحل مشكلة كبيرة جدا 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 كلنا بنتعرض لها. المشكلة بجد. ولازم تقوم حالا تنفز الفكرة دي. لو انت عندك المشكلة دي. بجد الفكرة دي حلوة جدا جدا تابع معايا كده الفكرة للاخر. وبازن الله هتدعي لي عليها. طبعا مش شرط خالص انها تكون آآ طرحة آآ تقيلة زي اللي انا حطاها دي. انت هتجيبي طرحة خفيفة خالص. اللي هي بتبقى الشباكة الخفيفة خالص دي. او لو انت عندك شرف ليه يكون خفيف خالص ممكن برضو تستخدميه في الفكرة دي. طبعا ان انا برش على على الطرحة البرفان ممكن الخطوة دي تستغني عنها مش ضروري خالص. انا برش عليها كده عشان تكون رحتها حلوة. وهتبتدي ان انت تجيبي الطرحة بالشكل ده. وهتحطيها على المروحة. وبتبتدي ان انت تقفلي آآ الطرحة بالشكل ده على المروحة. طب احنا بنعمل ليه كده? اوقات كتيرة جدا جدا جدا. وانا كمان اتعرضت للموقف ده وعيالي صغيرين. بيبقى كده اطفالنا بنبقى بتبقى في وسط المروحة. وهي شغالة وتبص تلاقي دخلت صباعها جوه المروحة. كلنا بلا استثناء اكيد حصل معنا الموقف ده. فعشان تتفادي الموقف ده بعد الشر ممكن الموضوع ده يعمل كارسة كبيرة جدا عنده اطفالك. لو انت عندك اطفال صغيرة لازم تجربي الفكرة دي وتعتمديها طول الصيف علشان خاطر بعد الشر ما تحطيش اطفالك آآ في حاجة ممكن انها تقذيهم. آآ لو انت لاحزتي ان اطفالك بيحطوا صباعهم كده في المروحة لازم تعملي الفكرة دي ومشارط خالص الطرحة اللي انا حطاها دي. انا حطى الطرحة دي لاني ما لقيتش حاجة اخف من كده. انا ايام كانوا عياله صغيرين كنت بجيب الشراب اللي هو الفليل خفيف ده. وكنت بلبس المروحة بي. بس طبعا الشرابات دي ما عدتش عندي موجودة دلوقتي. ممكن ان انت تعتمدي الفكرة دي. في طرحة خفيفة جدا علشان خاطر المطور بتاع المروحة ما يسخنش منك. او في شراب فليه بتحطيه برضو آآ على المروحة علشان تتفادي المشكلة كبيرة دي. فكرة حلوة اعتمديها لو انت عندك اطفال موجودين في البيت.